يا شديد القوى يقول معلمي ان الطائرة السعودية اقتربت من ان تحترق في الجو ويتهشم وتتهشم ويتهشم من فيها قلت وما يعني ذلك سيدي قال هي على عجل من امرها تحف بها النار ويحف بها القدر ويضربها عزرائيل ضربة ضربة ما بعدها ضربة يشطرها شطرا قلت وما ستغير هذه الطائرة قال هي دليل للناس وحكمة وموعظة لمن في عقله لب ومن يريد ان يرى الاحداث مسرعات قلت وما بعد الطائرة قال علامة في السماء ترتجف لها كل القلوب وتخر قلوب الوالهين والراغبين الى الله سجدا وركعا طلبا للمغفرة والحفو قبل ان يحل بهم كما حل بعاد وثموت قلت سيدي اطلت عليك وما انا الا ببغاء صغير اطلب منك الرحمة والعفو اذا تطاولت قال لا وحقك انت تسليني حينما تأتي الي فانفذ همي في قلبك فتخرج الى الناس ما احمل ايهم واعلم يقولون عنك الناس حرافا او يقولون عنك مشعوذا او دجالا فتحمل فما هي الا حسنة في ميزانك يقينا ان لديك من السيئات كثير والحسنات يذهبن السيئات قلت افرحك الله وصرك يا سيدي قال وحقك ان صاحبنا آت على عجل من عمره يوم يفور التنور فلا سفينة نوح ولا جبل يعصبهم من عمر الله ان يوم الزين قريب ارى صاحبكم يؤذن في النجف الا لعنة الله على الظالمين قلت سيدي قال سعود طغوا بطغيانهم وتفرعنوا بفرعنتهم ولم يقف احدا بوجههم قال اسمع سأقول لك شيئا لم تعرفه من قبل ان الارهابي هو المستضعف الفقير الذي لا يملك طائرة ولا صاروخ اما الذي يملك الطائرات والصواريخ مثل اسرائيل والسعودة وامريكا وغيرهم والروس هؤلاء ليس ارهابيين بل هؤلاء ملائكة عند الشياطين اما المستضعفين الفقراء الذين لا يحملون الا بنادق وعصي هم الارهابيون لانهم لا يستطيعون قتل عدوهم يقينا ارهابيون لانهم يزعجون العدو سمعت معلمي بهذا الكلام المرعب قلت وماذا يفعل المستضعفين قال يفعل مثل ما فعل حزب الله دمدمت عليه الدنيا كلها فسجدت له الدنيا لانه اعار جمجمته الى الله فدمر العدو في داخله واصبح حزب الله منارة وقبلة لكل الشرفاء قلت سيدي من اين اتي بالشرف وقد الامة تدافعت على بني صهيون وحتى العراقيين يا سيدي قال ويحك هي مصيبة ما بعدها مصيبة ان الناس يدعون انهم ضد اسرائيل وهم اول المتصلين قلت ماذا افعل سيدي قال عليك ان تصمت لبعض الوقت وترافع لربك والله ليس بظلامة للعبيد قلت سيدي عذرا اني اصلي على صلاة غير ايصليها الناس فماذا قلت قال صليها واكتم لنفسك فما علمتك لا تعلم به احدا لان من تعلمه لا يهتدي حتى يخرج الامام فيخرج لهم الوقت الحقيقي للصلاة ووقت صياح بيك ووقت نزول الشمس ووقت بزوغها قلت سيدي ماذا اقول لك وقد خانوا الناس علي ولم يسيرون وفق ما اراد علي ووصعياه قال الذي لا يسير في القرآن ينتظر علي حتى يسير في وصعياه قلت ماذا افعل سيدي قال ما عليك ان ربك متم النوره ولو كره المشركين قلت سيدي ماذا اقول قال اخرج الى الناس وقل لهم هناك زلزال مرعب واقتربت الصفيحة ان تتحرك وهناك شيء جلل في غوسيا يقينا سيعضى نامله بوت من بعده وعفرين ستكون دما لا يستطيع احدا ان يسده او يقب بوجه سيله وقرقيسي اصبحت قريبة وموت الملك اصبح قريب وقاب قوسيني او ادنى وانتجار الشعب في الجزائر وتناثر الطائرة في السعودية وشيء عجيب في الكويت يا له من عجيب انه امر العتاهم بغتا